رجعنا لحضراتكم مرة تانية وصلنا لفقرتنا الرئيسية النهاردة النهاردة زي ما قلت لكم في البداية هيكون معانا رواية مختلفة وجديدة فكرتها لها حالة خاصة جدا وكمان عنوانها حالة خاصة جدا وهي رواية جيد بما يكفي للكاتب الروائي استسحاتم حافظ صاحب الأسلوب المميز والشايق وأهم ما يميز الرواية أو أهم ما يميز رواية جيد بما يكفي هو اهتمامها بتفاصيل الماضي في حياة بطالها وكمان رسالة فيها أمل للي جاي وأعتقد أنه بيعتبر أنه الماضي اللي مرنا به في حياتنا هو رصدنا وده حقيقي رصدنا هو ماضينا رصدنا هو اللي عشناه في حياتنا علشان نقدر نستكمل به وعلشان نقدر نكمل به اللي جاي وزي ما احنا دايما عندنا حنين للماضي أنا كمان متأكدة أنه أكيد اللي جاي بيكون أحلى بس احنا دايما مرتبطين بالماضي خلوني أرحم معاكم بضيفي اللي منورنا النهاردة الكاتب المتميز الروائي الأستاذ حاتم حافظ أهلا بحضرتك أهلا بيك وفكرة بتمسينا كلنا وفكرة يمكن كلنا متفقين عليها وإن حنيننا للماضي ما بيتغيرش أبدا الفكرة جات لحضرتك إزاي؟ إيه اللي خليك تكتب عن الفكرة دي؟ حكينا شوية عن بداية الفكرة أستاذ حاتم هو صعب أنه الكاتب يعرف مصادره يعني فيه حاجات كتير بتحصل في حياته بيخزنها وبعدين لما بيجي يعني بيتشحن بفكرة ما بتطلع في عمل رواي الفكرة دي كان أساسها نشغالي بفكرة الزاكرة إن إحنا إيه اللي بيتبقى من البشر لو هما الزاكرة عندهم اضطربت لأن بطل الرواية شخص عنده مية سنة وعنده زاكرة محترقة ما بيعنيش من أمراض الكهولة قد يعني مشكلته الوحيدة هي في الزاكرة فهو بيبدأ يحس كأنه حياته هتنتهي لمجرد أنه ما عندهش زاكرة يحميها فعلى مدار مية سنة يعني الأحداث بتحسب في يوم واحد لكن هو بيستدعي المية سنة اللي هو عاشها وخصوصا إنه كل الأشخاص اللي هو يعرفهم خلاص توفوا فهو الشخص الوحيد الباقي على قد الحياة فبيكتشف في لحظة أنه لو فقط زاكرته وخصوصا ذكرياته عن أمه لأنه كان مرتبط بالأم بدرجة كبيرة فكأنه هيعمل هيموت الأم مرة تانية فالزاكرة مهمة جدا للبشر لأن هي اللي بتحمي وجودنا وعشان كده إحنا كتير من الأشخاص بنقول دايما إيه إنه الصيرة أطول من العمر إنه كتير من الناس بيتوفوا خصوصا المبدعين يعني بيتوفوا لكن بيفضل يعني سيرتهم ممتدة سنوات طويلة وقرون طويلة بفضل الزاكرة طبعا طبعا زاكرتنا هي رصدنا هي حياتنا اللي عشناها هي الخبرات اللي اكتسبناها في حياتنا قد إيه ده حضرتك أشرت إليه في الرواية وقد إيه حضرتك أشرت إنه اللي مالوش ماضي مالوش حاضر مالوش مستقبل كلنا إذا ما كناش مرتبطين بمدينة مش هنكون مرتبطين لا باللي إحنا فيه ولا باللي جاي هو تدوين الزاكرة لأنه هو لما بدأ يشك في ذكرياته وبدأ عنده الاضطراب بتاع الزاكرة ده بدأ يستدعي أحداث من الماضي وبعدين يستدعيها بصورة تانية ويبقى مش متأكد من ترتيب الأحداث كل ده يعني عمله أزمة في أنه هيفقد يعني أنه خلاص هو معارف أنه مقبل على الموت وعمره قصير فحاس أنه هو لو فقد الزاكرة وفقد تدوين الزاكرة فكل اللي فات ده هينتعي بيضيع حياته بيضيع لأنه فكرة أنه يعني العدد ده كله من البشر اللي هو تقريبا ما حصلش في تاريخ البشرية أنه كان فيه سبع مليار بني آدم وأن السبع مليار دول هيفنوا بعد مئة سنة ومن لأنه يتوقع منهم شيء غير في ذاكرة الآخرين وبالتالي فهو كل ما هيبقى عندنا قدرة على أن احنا نتذكر ماضينا وندونه وننقله لأجيال بعد كده كل ما هنقدر نبقى عندنا ضمان أن احنا نستمر في الحياة عايزة أتكلم شوية عن الغليف وعايزة أعرف ميول حضرتك في اختيار الغليف البعض بيشوفوا أو بعض الكتاب بيشوفوا أن الغليف لازم يكون عنوان موضح للمحتوى وبعض الآخر بيشوف أنه مش شرط يعني ممكن يكون الغليف هو في عوامل جذب بس مش شرط يكون بيشرح بالزبط اللي جوه علشان يخلي القارئ متشوق أكتر يعرف اللي جوه الغليف ليه جانب وظيفي طبعا في التعريف بمضمون الرواية لكن في السنين الأخرينية تم الالتفات للغلاف باعتباره أنه مش بس عنوان للرواية لكن كمان فيه جزء اقتصادي يعني فيه جزء اللي علاقة بالكوميرشيل جزء تجالي لأنه فيه كتير من القراء ممكن يشتروا رواية لأنه الرواية الغلاف تحت عجبه يعني أنا فاكر في طفولتي أن أنا أول أغلفة كنت حبيتها واشتريت الكتب بتاعتها كان اللي عليها صورة توفير حكيم كان ليه صورة شهيرة كان سماهله جمال قطب بالبريه بتاعه والبريه ده ما كانش معتاد أن الواحد يشوفه في حياته فكان الكاراكتر المرسوم على الغلاف هو اللي حببني في أن أنا عايز أشوف الجوه فبدأت صلتي بتوفير الحكيم من الغلاف بتاع توفير الحكيم وأنا طفل وبالتالي فدلوقتي بيبقى مهتمين قوي بالغلاف لأنه فعلا مش بس هيؤدي للدور الوظيفة لكن كمان مهمة قوي تجاريا كل ما يبقى الغلاف يعني ملفت للعين كل ما هيبقى يعني سبب علشان خاطر القارئ يشتري اشرح لنا شوية أهمية موضوع الأزرف اللي موجودة في الغلاف هو لأنه عاش مئة سنة فهو عاصر الفترة اللي كان فيها فكرة الرسائل الرسائل اللي بتبعت من الناس كان بيجي له رسائل من هو كان لأنه كانت بروائي فكان بيجي له رسائل من معجبات كان بيجي له رسائل من النساء اللي هو عرفهم فهو أما بدأ يفكر أنه هو يستعيد الزاكرة تاني فبدأ يفتش في الرسائل القديمة اللي كانت متاحة عنده فده جزء من اللي ترجمه المصمم الغلاف علشان يعمل الشكل اللي احنا شوفناه في الغلاف اتأثرت أكتر بتوفيق الحكيم؟ أكتر الأدباء؟ أكتر الكتاب يعني توفيق الحكيم طبعا الرقم واحد كان بالنسبة لي في طفولتي ويليه إحسان عبدالقدوس وطرفت على نجيب محفوظه في وقت متأخر والأستاذ خيري شالبي؟ ده طبعا ده طبعا أنا علاقتي بخيري شالبي في الأول مكنتش يعني مكنتش محبة قوي اللي كتبته لأن أنا قاهري وهو كان بيكتب عن الريف فأول معرفتي بقصص خيري شالبي مكنتش يعني مندمج معاها قوي بعد شوية لما بدأت أشوف الروايات اللي هو كتبها عن القاهرة زي صالح هيصة مثلا اندمجت جدا مع العالم لأن حسنت أنه هو عالم شبه اللي أنا عرفه لكن فيما بعد طبعا بحكم يعني النسب أريد كل الأعمال بتاعته وأدركت قيمة خيري شالبي ككاتب أنا في رأيي أنه هو يعني هو وجمال الغطاني أهم اتنين كتاب بعد نجيب محفوظه إزاي قدرت أتعبر عن هذا كم من المشاعر اللي موجود في الرواية ما بين الجمود ما بين الحنين ما بين العلاقات اللي موجودة ما بين المعنى وعكسه يعني الخوف من الموت وفكرة الحنين إلا الماضي يعني إزاي قدرت أتعبر عن ده هو يعني عادة الروايي هو بتعامل مع البشر طوال وقت وعنده قدرة على التقاط مشاعر البنئدمين أكتر من الأشخاص التانية يضاف ليها بقى أن أنا عندي خبرة في كتابة الدراما فده كمان بيخليني أقدر أتقمس الشخصية يعني في ناس كتير كانت مستغربة أنه الرواية على لسان شخص عنده مئة سنة فإزاي أن أنا هكتب عن شخص مئة سنة وأقدم الإقاع بتاع حياته كشخص حركته بقت بطيئة اللغة عنده أبطأ يعني دي كانت حاجة فيها تحدي كبير بس في الآخر ده عمل الرواية يعني أنه هو بيشتغل على شخصياته وبالتالي لازم يكون فهمها كويس وقادر أنه يعبر عنها كويس خلينا نتعرف على الشخصيات أكتر الأم يعني كان فيه كذا شخصية هو كان علاقته اللي عملاله أزمة أكتر هي علاقته بالأب والأم هو كان عنده مشكلة مع الأب لأن الأم ماتت في سن مبكر وكان هو بسبب ما يظل أنه هو قصوى عند الأب كان متخيل أنه الأب ليه دخل في موتها يعني مش أنه قتلها يعني لكن أنه القصوى أماتتها لكن هو المشكلة أنه هو ما يتذكره من الماضي هو نفسه ما كانش متأكد منه لما بدأ يفتش تاني في الماضي وبدأ يفتكر حاجاته هو ما كانش فاكرها فبدأ يغير الحكم اللي كان بيحكمه على الأب يعني تذكر أنه هو لما الأب مات مثلا وهو كان متخيل أن الأب يعني علاقته به علاقة أزمة يعني فلما دخل البيت بعد سنين طويلة من الهجران يعني فاكتشف أن الأب كان بيشتري له كل الروايات بتاعته وكل الطبعات بتاعته وكان قاري كل يعني لقى تعليقات وهوامش على كل الطبعات فاكتشف قد إيه أن الأب لأ كان عنده مشاعر بس هو كان غير قادر على التعبير عنه دول كانوا أهم بشخصيتين في الرواية لكن الجزء الأهم كمان بقى مش في الشخصيات دي هو الجزء الأهم في أنه هو كان قريب من الأوساط الثقافية ومن الأوساط السياسية في بعض الأحيان لكن هو كشخص كبني آدم هو ما نشغلش قوي بكل الأحداث السياسية اللي عدت عليه لدرجة أنه في أول الرواية بيفتكر أنه هو كان بيزور طبيب وسامع مظاهرات في الشارع هو ما كانش قادر يحدد المظاهرات دي هل هي كانت بتندد بالاحتلال البريطاني ولا كانت بتطالب بالحرب بعد 67 ولا كمان في صورة 19 يعني هو كان التذكره كله أنه كان فيه مظاهرة لكن إن شغاله الأكبر وده كانت محفور في ذاكرته الطبيب كان شكله إيه وتعامله معاه إيه والممرضة اللي أسنت عليه وقالت له أن أنا قارت لك الرواية الأولى بتاعته فاهتمام الشخص بحياته الشخصية رغم أنه هو ممكن يكون عاصر أحداث كتير سياسية وتاريخية لكن هو في الآخر كل ما يمسه هو كشخص هو الأهم وهو ده اللي بيبقى في حياتنا يعني حتى أكبر الزعماء السياسيين هم عندهم حياة شخصية إحنا كتير ما بناخدش بالنا من الحكاية دي نتعامل دائما مع الفنانين كأنه مثلا الفنان ما عندهوش حاجة تانية خلص بيعملها غير أنه هو فنان لكن في الحقيقة أنه كل الناس مهما كانت هم مجالات تحركهم عندهم حياتهم الإنسانية والجانب الإنساني وهو ده اللي بيأثر عليهم أكتر من أي خفاصيل تاني أكيد أكيد واسمح لي أكلمك عن السنائيات الضدية اللي حررتك عملتها في الرواية وهي زي مثلا الموت والخلود الماضي والمستقبل ده بيلفت انتباه القارئ أكتر ده بيخلي أحيانا القارئ يعني أليرت كده زي ما بنقوله أو يعني بيخليه يلتفت أكتر هل ده كان مقصود ولا حررتك كنت عايز تقول أنه برضو زي ما فيه ماضي فيه مستقبل حلو زي ما فيه فات فيه جاي أحلى هو أحلى كبشر ما منقدرش نفكر برة فكرة السنائية يعني طول الوقت مجغولين لأنه الإنسان بيتولد وفيه جملة في الإنجيل بتقول الإنسان بيولد بجوار قبره بمعنى أنه الحياة ما بين الميلاد والموت قصيرة مهما عاش الإنسان فطول الوقت إحنا مشغولين من لحظة الميلاد بما بنسمع صوت الطفل وهو بتولد إنه فيه نهاية ففيه بداية وفيه نهاية فيه حياة وفيه موت فيه حزن وفيه سعادة طول الوقت إحنا ما بنقدرش نفكر برة والحياة هي الحياة كده يعني الحياة هي عبارة عن سنائية بتتكرر طول الوقت ده حقيقي ده حقيقي نتكلم شوية عن علاقات الشخصيات ببعض مين أكتر شخصية حاسيت أن هي مؤثرة جدا في الرواية؟ بالنسبة للبطل أكيد شخصية الأم الأم طبعا هو كان عنده الأم كانت على نقيد الأب وهو برضو دين فكرة السنائية شخص مفرط في القصوة أو في الخشونة أو في جدب المشاعر والتعبير عنها وشخصية تانية يعني مفرطة في الحنان فهو علاقته كانت بالأم لأنه كمان توفت وهو في سنه صغير فهو يعني كل ما يتذكروا عنها هو الحنان بتاع الأم ده اللي عمله الأزمة مع الأب رغم أنه هو ممكن يكون وده اللي ممكن يكون اكتشفه بعد كده هو فيه شبه كتير من الأب لأنه هو رغم أنه هو كاتب للروايات العاطفية لكن هو في الرواية هو مش شخص عاطفي أبدا يعني حتى لما بيتذكر النساء اللي هو عرفهم ما كانش فيه مشاعر حقيقي يعني طول وقت ما كانش فيه علاقات يعني حتى فيه مشهد هو قابل واحدة بعد سنين ما شافهاش وبعدين قعد معاها وبعدين اكتشف بعد مروح أن هي ما كانتش الشخص اللي هو كان بيقصده أن هي كانت أختها وفي مشهد تاني كان في كافيه أو كافيتيريا وبعدين فيه واحدة جاء تكلمه وهي كان على علاقة به وهو ما قدرش يتذكر فهو لهذه الدرجة هو كمان كان مفتقد للعواطف أو التعبير عنها أو الإحساس بيها يعني هو كان شخص كمان يشبه الأب أكتر منه فعشان كده الأم فضلت بالنسبة له كأنها الجنة بالنسبة للإنسان يعني إحنا طول الوقت بنبقى يعني بنتذكر أن إحنا كان لنا ماضي في الجنة جميل نطلع الفاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية ورجعنا لحضرتك مرة تانية ولسه منورني الروائي الأستاذ حاتم حافظ بنتكلم عن كتابه جيد بما يكفي والذي يتكلم عن النستالجيا ويتكلم عن الحنين إلى الماضي عايزة أرجع لحضرتك مرة تانية وأسألك هل الإنسان لما بيشيخ أو بيكبر أو بيعجز عمره وسنينه الكتير اللي عاشها أحيانا بتكون عبق على حياته؟ الحقيقة نفسها عبق على كل البشر كمان مرور الزمن عبق أكبر على الديس يعني إحنا طول الوقت مع كل عيد ميلاد بنحتفل به إحنا بيبقى جوانا قدر من الحزن على أنه فيه عامن قضى وإن إحنا يعني ماشيين باتجاه نهايتنا فطول الوقت ده بيمثل عبق تبير على البشر وده كان بطل الرواية أو بطل الحكاية كان بيعاني منه؟ خصوصا هو كان على مشارف الموت الميت سنة تقريبا هو كمل ميت سنة هو اكتشف يعني مع بداية الرواية أنه هو كمل ميت سنة وبالتالي فهو مدرك أنه عمره كمان بينتهي فده كان شيء يمثل عبق كبير طبعا على البطل أكتر الشخصيات اللي تعبت حضرتك في الكتابة؟ هو شخصيته هو نفسها بطل الحكاية صحيح أن أنا قادر أحافظ على الشخصية اللي أنا ما عنديش يعني في الآخر أنا شفت ناس كبار في السن بس ما وصلوش للميت سنة لكن أن أنا أتقمس الشخصية وأقدر أفهمها كويس وأقدر أعرف الملامح بتاعتها وأن الشخص اللي عنده ميت سنة دوها ومسقل بميت سنة خبرة وذكريات ده كانت أصعب حاجة مش الشخصيات التانية الشخصيات التانية كان يمكن تخيلها لكن الشخص اللي هو البطل بتاع الرواية كان صعوبته في العمر بتاعه أهم الرسائل اللي كنت حابب أن تتوصلها للقارئ من خلال الرواية أهم الرسائل اللي حبيت أو كنت تحب أن القارئ يخرج بها هو أنه العمر بالنسبة لنا مش بس الزكريات يعني أنه الزكريات كأنها بتعمل رواية بديلة للواقع إحنا طول الوقت لما بنيجي نفتكر طفولتنا نفتكر حاجات إحنا ممكن ما تبقاش حصلت أو ما تبقاش حصلت بالطريقة اللي إحنا فكرناها فيها وكأنه الزكريات طول الوقت بتعمل رواية بديلة للواقع هي شبه بالزبط الأحلام يعني إحنا لما بننام وبنحلم إحنا بنشوف حاجات هي مختلقة من الواقع هو الحلم بيعيد تشكيل الواقع مرة تانية بس في صيغة أقرب للسريالية أكتر لكن الزكريات بتشتغل على الماضي بتشتغل على الواقع وبتعمل رواية بديلة بس مش على طريقة الأحلام بشكل سريالي لكن على طريقة وقعية وبنظن طول الوقت أنه كل الحاجات اللي إحنا فكرناها أن هي اللي حصلت لكن في حقيقة الأمر هو مش هي ما بتبقاش هي اللي حصلت بيبقى الزكرة تدخلت الخبرة اللي إحنا خدناها مع سنين العمر التجارب اللي عشناها بتعيد تشكيل الزكريات الأقدم وحقيقة سألتيني في أول الحلقة عن المصدر أنا أظن أن أنا أحد المصادر بتاعة الرواية أن أنا كنت فاكر لغاية وقت قريب أن إحنا بيت جدتي كان مبني من الخشب وبعدين قريب جبت سيرة الموضوع ده فاكتشفت أنه لا يعني استنكروا قالوا لي إذا جبت منين الحكاية دي فاكتشفت أنه هو كان الدربزين بتاع البيت كان من الخشب وكانت الأرضيات بركية فأنا يعني الزكرة بتاعة الخشب تسجلت في عقلي وأنا طفل فجبرت على أنه البيت بالكامل مبني من الخشب فللدرجة دي أنه ممكن الزكرة تلعب شوية أو تعمل منتاج أو تشتغل فوتوشوب كمان على الواقع فتعمل واقع بديل إزاي الإنسان من وجهة نظر حررتك ككاتب يقدر يحافظ على التوازن ما بين حنينه للماضي وما بين إيمانه بأنه اللي جاي أكيد أحسن وما بين أنه دايما يكون عنده أمل بأنه اللي جاي أكيد أحسن لأنه الحنين أحيانا لو زاد ممكن البني آدم يتقوقع فيه وما يعرفش يشوف اللي جاي هو ده اللي اكتشفه بطل الرواية في الآخر يعني هو بادئ السرد وهو يعني في انتظار الموت اكتشف مع تقدم الاسترجاع للذكريات أنه مدام هو لسه عايش فهو عنده لسه فرصة أنه هو وهي وهي فكرة العنوان بتاع الجيد بما يكفي أنه يمكن لو كانت سأل السؤال ده في أول الرواية عن أنت عامل إيه فممكن ما كانش هيجاوب الإجابة دي لكن هو في نهاية الرواية لما تسأل كيف حالك يعني فقال جيد بما يكفي لأنه اكتشف أنه لسه فيه أمل في أنه هو يعيد كتابة الزكريات خصوصا زكرياته عن أمه وبالتالي يمنحها حضور جديد بتفكر في إيه في اللي جاي بتفكر في أي موضوع شغل بالحضرتك في الكتابة لسه ولا لسه ما حضرتش حاجة هو يعني غالبا بيبقى فيك أكتر من فكرة بتتصارع جوايا أنه إيه اللي تبدأ بيها أنا الحقيقة بستنى لما الخناءة تخلص جوايا وبعدين تستقر وبعدين الفكرة هي نفسها اللي بتستدعيني للكتاباتها فيه كم فكرة يعني كلهم حاليا لهم علاقة بإيه لا مش ليهم علاقة بإيه يعني أنا عندي أربع أفكار تقريبا مشاريع يعني فكرت فيها على مدار سنوات قبل كده وحاليا هي الخناءة شغالة فأنا يعني أول ما هي تستقر على حاجة هو هتناديني عشان نقعد على المكتب جميل عدت وقت تكتب قد إيه في جايد بما يكفي جايد بما يكفي كدبت في وقت قصير نسبيا أنا كنت عدت سنين أو رواية لها كانت في 2007 وما طلعتش غير مجموعتين قصيرتين بس على مدار السنين دي وكان عندي مشاريع رواية كتير وما كانتش اختمرت لغاية ما جيت في آخر سنتين مش آخر سنتين دول لكن السنتين اللي قبلوهم يعني 2019 و2018 و2019 فجأة اشتغلت على رواية وطلعت اللي هي قطة تعبر الطريق دي طلعت في 2020 وبعدها مباشرة أنا حسيت أن أنا عندي طاقة للكتابة يعني أن لو قعدت دلوقتي ممكن أشتغل فكانت الفكرة دي كانت أظن بقالها 4-5 سنين كنت كاتب فيها صفحة الخيال بتاع الشخص اللي عنده 100 سنة ده واللي عنده زاكرة ضعيفة كانت حضرة هي اللي نادتني علشان أدخل أكتبها فكتبت في شهور قليلة إزاي الكاتب يقدر يحافظ على القارئ بدون ما يسيبه بالملل ويخليه دايما متشوق يعرف إيه اللي جاي بعد كده وحردك نجحت في الإحساس التشويقي ده في روايتك إزاي بتتعمل؟ في الروايات زي في الأفلام زي في المسلسلات زي في كل الفيلم أي عمل فني؟ مجرد أنه القارئ أو المتفرج يحس أنه في حاجة ما سيته على المستوى الشخصي هو بيستجيب للرواية فالشغل على البشر والزاكرة المشتركة عند البشر والمشاعر المشتركة عند البشر هي اللي بتخلي الناس تقدر تقعد يعني على الرغم من أنه تقصد تقول المشاعر المشتركة حريك تقصد تقول أنه كل ما كانت قريبة من البني آدم العادي الطبيعي يعني؟ من كل الناس يعني إحنا كلنا باختلافنا عندنا مشاعر مشتركة يعني الحب والكرهية مثلا يعني دول نموزجين للمشاعر اللي هي بتنتاب كل البشر قصص الحب بالمناسبة من القصص اللي هي بطلقى قبول شديد جدا عند الجمهور سواء في العالم الرواية أو في عالم الدراما مش علشان حاجة غير علشان أن كل الناس عندها تجارب حب فأي قصص حب إحنا بننسجم معاه أي وإحنا بطبيعتنا أحيانا يعني بيقال أن إحنا شعب عاطفي برضو إحنا عاطفين طبعا يعني إحنا عاطفين برضو جدا بنتأثر وبنحب وبنتفاعل مع القصص دي عشان كده أي كاتب رواقي أو كاتب درامي لو انشغل بس بالأفكار يعني بعالم الأفكار وفلسفة العمل هيفقد الجمهور لازم الجمهور يرتبط بالبطل بتاع الرواية أو بطل الفيلم أو بطل المسلسل عشان ما يملش من اللحظة الأولى أول ما هيندمج معاه ويحس أنه فيه شبه منه هو خلاص أنت ملكتي القرى بتكون محدد جمهورك بتكون عارف الرواية دي رايحة فين أو رايحة لأي جمهور ولا بتكتب واللي بتعجيبه الرواية أو بتشد الرواية بيقراها أنا بظن أن فيه قارئ افتراضي بيبقى عند كل كاتب قارئ افتراضي آه يعني قارئ متخيل هو اللي بيبقى موجه له العمل بتاعه لكن شكله إيه هو ما بيبقاش بفكر فيه أثناء الكتابة لكن هو كل رواية أو كل عمل فني هو بيبقى متضمن القارئ بتاعه علشان كده احنا نلاقي روايات ممكن يعني يحبها جيل مثلا وأجيال تانية ما تنسجمش معاها ما لهاش علاقة بأنه أبطال الشخصيات دي يكونوا صغيرين في السن أو يعني أو مماثلين لنفس الجمهور أو لا يعني أنا فجأت أنه فيه كتير من الصغار السن انسجموا مع الرواية دي على الرغم من أنه مفترض أنه البطل بتاعها راجل عجوز 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 والحليل إلى الماضي آه لكن علشان المشتركات اللي ما بينه وما بين ذكرياته وما بين ذكرياتهم هي اللي عملت الحالة دي وده كنت متوقعه ألا ما كنتش متوقعه خالص في العمرية دي ما بنشغلش طبعا خالص بفكرة أنه مين اللي هيقرالي يعني أنا بكتب يعني ومفترض أنه اللي بيكتب بس ما يهمش حضرتك ككاتب أنك توصل للجيل الجديد أو أنك توصل للشباب ده ما بيهمكش ككاتب ما هبقى بأجزب عليكي لو قلتلك أنه أنا مش يعني مش حلم أي كاتب أنه هو يوصل لكل الناس طبيعا أنا بفكر دايما أنه أنا أوصل لكل الناس لكن أثناء الكتابة أنا ما بنشغلش بأنه مين اللي هيتوجه له يعني أنا أظن أنه ده ممكن يضعف الفن أنه يبقى بيتعامل علشان خاطر جمهور فئة عمرية معينة أو جمهور معينة بدليل مثلا إحنا عندنا بعيد بقى عن الروايات إحنا عندنا أفلام أفلام اسمعي اليسين مثلا كان مموذج أنت بتشوفي كل الأجياء اللي بتطور تتفرج عليها من صغيرين للكبار فهيملهاش علاقة ما فيش حد بيعمل عمل علشان يوجهه لفئة معينة أو لجيل معين جميل أنا بشكر حديتك على وجودك معنا النهاردة وسعيت جدا بلقاء حضرتك والحقيقة أنه ما فيش حد فينا ما بيحنش للماضي يعني رواية بتلمسنا كلنا وكلنا أكيد بنحن للماضي مرسي يا سيس حاتم على وجودك معنا النهاردة بشكركم على حسن المتابعة وطبعا كلنا بنحن للماضي بس كمان قوح حنينك للماضي يكون سبب في أنك ما بتستمتعش بالحاضر أو سبب في أنك تفقد الأمل في المستقبل لأنه الماضي هو الرصيد بتاعنا الحاضر هو الإنجاز اللي بنقدر نحققه المستقبل أكيد دايما عندنا في أمل أنه أكيد اللي جاي لسه أحلى وأحلى بكتير شكركم على حسن المتابعة كان معاكم رانيا السيد شكرا